لله والصلاة والسلام على رسوله وبعد فالأخو يسأل إذا كان الإمام مريضا بسلس البول وأما الناس هل يأخذ أجر الجماعة على رأي من قالوا بإجواز إمامة من به سلس البول أقول وبالله التوفيق نعم له الأجر لكن تقديم غيره أفضل خروجا من الخلافات أما إذا كان البول يتقطع ووقت الصلاة يكون منقطعا فله الأجر تاما